بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخواني الأعزاء هذه طريقة يعني تكرناها مصيدة للدبابير هذا منها باب يعني تخرج من عنده الدبابير بعد قتلها أو إذا احتجت أن تمرغها بالمبيد الحشري وترسلها إلى عشاشها وهذا الطبقة هذا الخرطوم القمع اللي تشاهدوه هذا أيضا يحتاج بأنه أن يخرج من عنده الدبابير وتنغلق في هذا المكان وهذا الجارور من هنا من الأسفل هذا الجارور لإدخال الطعم أو الطعم وإدخال الدبابير أيضا يعني يكون من الجنبين يعني بالنسبة لهذا الجارور مفتوح بالتلف فتحات منها من هذا الجنب والتلف فتحات من هذا الجنب الآخر زين هذا بهاي الطريقة راح تدخل الدبابير من هذه الفتحات اللي تشاهدوها زين تدخل الدبابير تأخذ الطعم اللي موجود وتصعد من هذا القمع اللي هو على شكل يعني القمع معكوس وتدخل إلى داخل هذا القفص وبعد أن تدخل إلى داخل هذا القفص راح تنحبس ويتم القضاء عليها وبعد هذا بعد إدخال هذا الدبابير بهذا القفص راح ندخلها نحبسها إلى أن تموت أو إلى أن أنت تقتلها بطريقتك اللي ترتعيها حياكم الله أخوكم فوزي من العراق تحياتي لكم